اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم ان شاء الله رح نبدي سلسلة جديدة في تعلم برنامج اكسل ونشرح بها الامور المتقدمة اللي ان شاء الله رح من خلالها تتوسعون في برنامج اكسل ونشتغل تطبيقات متقدمة حسابية ومحاسبية ايضا في هذا البرنامج طبعا في المحاضرة الاولى رح نشتغل كيفية عمل الواجهات واجهات للبرامج المحاسبية او برامج الادارية حتى نصنع واجهة طبعا نحدد مكان الواجهة اللي رح تكون من خلالها التصميم طبعا وليكن هذا الجزء فنروح على ادراج ونروح على اشكال ندرج شكل معين وليكن هذا الشكل ونرسم مثلا لنهاية عمود معين مثلا العمود R او العمود Q مثلا العمود R رح ناخذه ولنهاية صف مثلا الصف 26 ونمطيها فدلون معين من تعبئة الشكل مثلا هذا اللون او هذا اللون الازرق وهكذا الفكرة في الواجهات هي اخفاء الاعمدة الزائدة واخفاء الصفوف الزائدة ايضا حتى تبقى فقط الواجهة بالنافذة شلون نخفي الاعمدة طبعا بالبداية انه لما نريد نخفي عمود معين نحدد العمود ونضغط عليه Click Amen ونختار اخفاء وهكذا لازم نحدد باقية الاعمدة كلهن و Click Amen ونختار اخفاء طبعا الاعمدة واي تقريبا بحدود الميت الف عمود تحديد هذه الاعمدة بشكل يدوي بطيء جدا وصعب للغاية حتى نخفي هذه الاعمدة الزائدة نحدد العمود الاول اللي هو بداية الاعمدة اللي نريد نخفيها ونضغط على المفتاح Control والمفتاح Shift معن سوية طبعا نضغط على المفتاحين Control و Shift سوية ونبقى ضغطين عليهم ونضغط على الاتجاه الى اليسار الاتجاه اليسار طبعا مع الاستغرار على الضغط Control و Shift والاتجاه اليسار راح نلاحظ ان البرنامج راح يحدد لنا هذه الاعمدة اللي هي من اخر عمود الى بداية الاعمدة اللي احنا نريد نخفيها بعد ما حددنا هاي الاعمدة نضغط على اي اعمود من هذه الاعمدة Click Amen ونختار اخفاء راح نلاحظ ان البرنامج راح يبقي لنا فقط الواجهة فقط الواجهة ورح يخفي لنا جميع الاعمدة فيما يخص الصفوف بنفس الفكرة نضغط على بداية الصفة اللي ريدنا اخفيه ونضغط على المفتاح Control و Shift ونضغط على الاتجاه الى الاسفل طبعا الاتجاه الاسفل و Control و Shift معا راح البرنامج يحدد لنا بقية الصفوف نضغط على اي صف من هذه الصفوف ونضغط على اي من ونختار اخفاء راح نلاحظ ان البرنامج راح يبقي لنا فقط الاعمدة طبعا حتى نخفي هذه الاعمدة رؤوس الاعمدة ورؤوس الصفوف ممكن انه منعرض وممكن نخفي العناوين راح نلاحظ انه اختفت العناوين عندنا اصبحت عندنا هذه الواجهة طبعا نقدر نصمم بها تصاميم اخرى مثلا نروح على ادراج ونختار احد هذه الاشكال مثلا مثلا هذا الشكل او هذا الشكل ونكتب مثلا هنانا الوارد طبعا نحدد click على النص و bold نكبر حجم الخط ونوسطها محاذات افقية ومحاذات عمودية وممكن انه هذا الشكل من تنسيق ننطيه تنسيق معين مثلا ننطيه هذا التنسيق اللي هو الاحمر مثلا هذا اللي هو الوارد ممكن انه ناخذ من عنده نسخ ونلسقه فيها المكان ممكن انه نسميه الصادر ممكن انه ناخذ نسخ من عنده ولسق ممكن انه نسميه الحسابات او الرواتب وهكذا طبعا ممكن انه هذه ندنيهنا شوية ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الصادر ايضا ندنيه نسوية تمام اصبحت عندنا ثلاثة ازرار ممكن انه هاي الازرار ننطيها الوان معينة ممكن انه الصادر يكون اخضر او ازرق والرواتب ممكن انه يكون اخضر ممكن انه ننطيه هذا اللون اخضر او ممكن انه ننطيه لون اخر لانه هذا اللون شفنا مو مناسب هذا اللون فاصبح عندنا الوارد والصادر والرواتب طبعا هذه الازرار رح نربطها بصفحات معينة حتى كل زر يودينه الى صفحة هذه الصفحة طبعا هذه الورقة الاولى رح نسميها click amen عليها ونختار اعادة تسمية نسميها مثلا الرئيسية وورقة رقم اثنين رح نسميها مثلا الصادر او ممكن نتأكد من اسمها نرجع الى الرئيسية الوارد والصادر والرواتب فممكن انه هذه الصادر ممكن انه نقدر نحاول انه نغير مكانها تصير بها المكان ممكن انه هذه الورقة تجلي هنا هذي click amen عليها اعادة تسمية نسميها الوارد وهنا نضيف ورقة جديدة نسميها الرواتب تمام هس نجي الى الرئيسية نضغط على click على الوارد نضغط علي click amen ونختار ارتباط تشاعبي ارتباط تشاعبي رح يربط هذا الزر بورقة معينة طبعا نختار الربط طبعا ممكن انه نربط هذا الزر في ملف معين ممكن انه الربط في صفحة معينة ولكن احنا رح نربط في مكان في هذا المستند مكان في هذا المستند رح تطلع لنا الصفحات الموجودة بالأسفل اللي هي الوارد والصادر والرواتب احنا هذا الزر الوارد رح نربط بصفحة الوارد بعدها موافق والصادر رح نربط من خلال click amen علي ارتباط تشاعبي ونختار مكان في هذا المستند ورح نربط في الصادر والرواتب ايضا click amen عليها ارتباط تشاعبي ورح نربطها بالرواتب رح نلاحظ انه الوارد رح تودينه الى صفحة الوارد كما تلاحظون هنا صفحة الوارد والصادر رح تودينه الى صفحة الصادر والرواتب رح يودينه الى صفحة الرواتب تبقى انه نضيف ازرار هنا ممكن زر يرجعنا للصفحة الرئيسية ممكن انه نروح على ادراج اشكال نضيف ازرار معينة هاي الازرار ممكن هنا نخليها بالاعلى ممكن ممكن هذه الازرار نصممها نكتب بهذا الزر الرئيسية وطبعا ممكن انه محاذات افقي ومحاذات عمودي نكبر حجم الخط bold وممكن انه ننطيها تنسيق معين ممكن انه من خلال هذا الخيار نختار مثلا الرئيسية او ممكن انه نختار الخيار هذا البرتقالي اللي هي الرئيسية هنا رح يكون الوارد طبعا نسخ ctrl c ctrl v الصادر وهنا رح يكون الرواتب طبعا ممكن انه الوارد ننطيها لون معين وليكن لون الاحمر الصادر رح ننطيها مثلا هذا اللون الازرق والرواتب رح ننطي اللون الاخضر طبعا الرئيسية نضغط عليها click amen حتى نربطها بالصفحة الرئيسية ونختار ارتباط تشعبي بعدين نجي الى مكان في هذا المستند ونربطها في الصفحة الرئيسية الوارد رح نضغط ارتباط تشعبي ونربطها في صفحة الوارد الصادر ارتباط تشعبي طبعا بعد ما نضغط click amen ونربطها في الصادر والرواتب نضغط عليه click amen ونربطها في الرواتب مثل ما تلاحظون انه والصفحة الرئيسية راح ترجعنا للصفحة الرئيسية لما نروح إلى الوارد راح تطلع لنا هذه الرموز الثلاثة طبعا نبقى أنه ناخذ click طبعا حتى نحدد هذه الأشكال نلاحظ أنه لما نضغط click على هذا الزر راح يودينا إلى الارتباط التشعبي حتى نحدده كزر ناخذ من عدة نسخ نروح على الصفحة الرئيسية ونجي إلى بحث وإشارة ونختار تحديد كائنات طبعا راح نحدد هذا الكائن وبعدها نضغط على المفتاح shift وأيضا تحديد كائنات نحدد هذا المفتاح الثاني والمفتاح الثالث والمفتاح الرابع وبعدها ناخذ من عدة النسخ ونجي إلى الصادر وأيضا نضغط على لصق نجي إلى الرواتب ونضغط على لصق راح نلاحظ أنه إلى الصفحة الرئيسية راح يودينا إلى الوارد طبعا نرجع إلى هذا مفتاح كائنات نحاول نلغي التحديد من عنده ونرجع إلى الوارد راح تودينا إلى الوارد نرجع إلى الرئيسية الصادر راح تودينا إلى صفحة الصادر ممكن أنه نسوفت شغلة معينة مثلا إحنا هسا في صفحة الوارد في صفحة الوارد بعد ما يحتاج نضيف الوارد ممكن أنه نحذف الوارد من هذه الصفحة من خلال أنه نروح على بحث وتحديد وتحديد كائنات نحدد الوارد ودليت ممكن أنه نحدد هذا الشكل وشفت نحدد الشكل الثاني ونحاول أنه نخليه نكون بها المكان يعني إحنا صفحة الوارد بعد ما يحتاج الروح إلى الوارد نجي إلى الصادر رح نحذف هذا الشكل الصادر طبعا delete نحدد هذا الشكل ونحاول ندني إلى هذا المكان هنا في الرواتب نحدد الرواتب ونحذف الرواتب ممكن أنه نضيف مثلا خيار آخر مثلا هنا نقول أهلا وسهلا بكم مثلا ممكن ترحيب أهلا وسهلا بكم في صفحة الوارد مثلا مثلا ممكن نضيف لها في التنسيق معين تنسيق أفق عمودي نكبر حجم الخط ممكن أنه نضيف لون أبيض ممكن لون التعبئة يكون أسود أو ممكن أحمر وحجم الخط ممكن أن يكون لون الخط أبيض أهلا وسهلا بكم في صفحة الوارد ناخذ كوبي من هذه الصفحة نجي إلى الصادر وكونترول V ورح نغير إلى هنا نبكان ماء الوارد رح تكون الصادر بعدها نجي إلى هالمكان وأيضا كونترول V ونقول هنا أهلا وسهلا بكم في الرواتب طبعا ممكن أنه نضيف تنسيقات معينة مثلا هنا صفحة الوارد ننطيها لون علامة التبويب مثلا أحمر ورح يكون هذا الشكل لونه أحمر نجي إلى الصادر ممكن أنه ننطيها من لون علامة التبويب ننطيها مثلا ممكن أزرق وهذا الشكل يكون لون التعبئة مثلا أزرق الرواتب ممكن ننطيها لون علامة التبويب أخضر وهذا الشكل ممكن أنه ننطيه لون أخضر رح نلاحظ أنه هنانا الوارد الرئيسية إلى صفحة الوارد رح توديني أهلا وسهلا بكم في صفحة الوارد نرجع إلى الرئيسية الصادر وهذا هو الصادر نرجع إلى الرئيسية الرواتب نقدر طبعا مننا نروح إلى الصادر والوارد والرئيسية طبعا هذه هي فكرة عمل الواجهات في برنامج أكسل ونقدر طبعا في هذه الخلايا نضيف المعلومات والبيانات الخاصة بالوارد بالأمور الواردة كالكتب الإدارية وغيرها وطبعا في نفس الفكرة نقدر نشتغلها على الصادر ونقدر نشتغلها على الروادب نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى